بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وظالبات الثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير معكم في حلقة اليوم مستر أحمد عبد العظيم من توجيه علوم بن الصيف في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء للثانوية العامة من خلال منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم النهاردة بمشيئة الله هنراجع مراجعة بسيطة على ما قدمه الزملاء في الحلقة الماضية ونحل عليه بعض الأسئلة الواردة على هذه الدروس أو على هذا الدرس في امتحانات العام الماضي سواء الامتحانات التجربية أو الامتحان النهائي الامتحان الدول الأول ونتابع معا إن شاء الله الجزء المتبقي من هذا الموضوع بنهاية حلقة اليوم من المفترض أن الطلبة معنا يبقوا قادرين على حل مسائل أو تمرين على قانون فردي وقاعدة لنز وكمان يقدر يوصف تجربة الحث المتبادل بين ملفين يقدر يميز بين حالات تولد الطيار المستحس الطردي والعكسي وكمان يستنتج الطالب قانون معامل حث المتبادل ويصيغ من هذا القانون تعريف معامل حث المتبادل وكمان يستنتج معادلة الوحدات ويعرف الوحدة ويصيغ العوامل وكمان يربط ما بين قانون فردي وقانون معامل حث المتبادل ويحل تمرين على هذه الموضوع نبدأ مع بعض إن شاء الله تعريف الحث الكهرومغناطيسي إن هي ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحسة وكذلك طيار مستحس في ملف نتيجة قطع الملف لمجال مغناطيسي متغير طيب لي يا مستر بتقولي اتنين ما ممكن نقول قوة دفع كهربية مستحسة وتكفي لا ممكن يتولد قوة دفع كهربية مستحسة ولكن لا يتولد طيار مستحس ليه؟ لأن الطيار إحنا عرفنا من بداية الفصل الأول إنه هو بيحتاج إلى دائرة كهربية مغلقة فإذا لم تكن الدائرة كهربية مغلقة فقد يتولد قوة دفع كهربية مستحسة ولكن لا يمر طيار نتيجة لعدم وجود دائرة مغلقة قانون فردين والقانون ده بيقول أن القوة الدفعة الكهربية المستحسة المتولبة في ملف بالحث الكهرومغناطيسي تتناسب طردياً مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفير وكذلك مع عدد لفات الملف يبقى قانون فردين ربط ما بين العوامل المسببة لهذه القوة الدفعة الكهربية المستحسة وهو المعدل الزمني لقطع خطوط الفير وكذلك عدد لفات الملف وبذلك بيكون الصيغة الرياضية للقانون E M F بتساوي سالب N delta phi M على delta T يا مستر إيه الإشارة السالبة اللي في القانون دي؟ الإشارة السالبة دي اللي هو العالم لينز تفرد بشرح وتوضيح معنى أو سبب وجود هذه الإشارة السالبة ومن هنا ده يدخلنا على قاعدة لينز وقاعدة لينز زي أي قاعدة في المنهج علينا لها كذا حاجة لازم نعرفها أول حاجة استخدام القاعدة فقاعدة لينز تستخدم لتحديد اتجاه الطيار المستحس المتولد في ملف بالحث الكهرومغناطيس هي اللي بتعرفنا اتجاه الطيار المستحس المتولد في ملف بالحث الكهرومغناطيس طيب نص القاعدة القاعدة بتقول إيه؟ بتقول يكون اتجاه الطيار المستحس بحيث يعاكس التغير المسبب له يكون اتجاه الطيار المستحف بحيث يعاكس أو يقاوم التغير المسبب له طيب ده يدخلنا بعد كده على حاجة تانية احنا كنا قلنا عليها قبل كده قلنا ان في اي موضوع فيها عوامل مقدار وفيها عوامل اتجاه وقلنا قبل كده برضو ان عوامل المقدار دي بنحصل عليها غالبا من القانون وعوامل الاتجاه بنحصل عليها من قعد التحديد الاتجاه وعلى ذلك يكون عوامل المقدار في قانون فرده هي المعدل الزمني للتغير في الفيض اللي هي دلتة في ام على دلتة تي وايضا عدد لفات الملف طب وعوامل الاتجاه يعني اتجاه الطيار المستحس بيعتمد على ايه بيعتمد فقط على اتجاه حركة الموصل وكذلك اتجاه الفيض المغناطيس اتجاه حركة الموصل يعني ايه هل المغناطيس بالنسبة للملف بيقترب ولا بيبتعد وكمان هل بيقترب بقطبه الشمالي او بيبتعد بقطبه الشمالي او بيقترب بقطبه الجنوبي او بيبتعد بقطبه الجنوبي وهذا هو المعنى من كلمة اتجاه الفيض طيب بعد المراجعة السريعة على درس الحلقة الماضية بناخد تمرين والتمرين ده كان جايب تجريبي 21 يعني الامتعات التجريبية في العام الماضي التمرين بيقول يؤثر فيض مغناطيسي كسافته بمعدل سابت على ملف دائري فتتولت في الملف قوة دفعة كهربية مستحسة مقدارها ايه ال ايه دي اللي هي ال اي ام اف اللي موجودة في القانون فإذا زاد عدد لفات الملف إلى الضعب وقلت مساحة الملف إلى النصف فإن القوة الدفعة الكهربية المستحسة يطرها تكون ايه ولا اربعة ايه ولا نصف ايه ولا ربع ايه طبعا نتذكر مع بعض القانون ظهر قدامنا هو اي ام اف بالسوي سالب ايه دلتة في ايه على دلتة تيه طيب التغيرات الموجودة عندنا في القانون قالك ان زادت عدد لفات الملف إلى الضعب وقلت مساحته إلى النصف يعني عندنا ممكن نكتب بدل الاتنين اللي في القانون نكتب اتنين ايه بدل الايه نكتب نص ايه لأنه هو قال لي ان القوة الدفعة الكهربية المستحسة المتولدة بتحسب من القانون اي ام اف بالسوي سالب ايه دلتة في ايه على دلتة تيه فالمساحة عندي قلت إلى النصف وعدد اللفات زاد إلى الضعب لما نبصر الشكل اللي قدامنا ده نقدر نشطب الاتنين مع النصف ويعود القانون كما كان وبذلك القوة الدفعة الكهربية المتولدة في هذه الحالة هتبقى ايه يعني نفس القوة الدفعة الكهربية في الحالة الاولى طيب المسألة التانية او المسألة التانية بيقول في الشكل المقابل عند تحرك المغناطيس نحو الملف بسرعة V من النقطة X إلى النقطة Y المغناطيس اهو بس معايا يقول ان المغناطيس ده هو يتحرك من النقطة X إلى النقطة Y يعني بمعنى ايه بمعنى انه هو بيقترب من الملف طيب انا اريد حاجة الاحظها تانية يا شباب المغناطيس هنا بيقترب بيكتبه ايه بيكتبه الشمال طيب بعد كده إيه اللي حصل قالك أعيدت التجربة مرة أخرى بحيث يكون فيه تغير هيحصل هنا أو بالأحرى نقول تغيرين التغير الأول يكون القطب الجنوبي هو المواجه للملف يعني المغناطيس ده هو هقلبه هخلي الاس هي لنحية الملف والإن نحية بعيد طيب ده أول تغير ثم تحريكه بسرعة 2V طيب هو كان بيتحرك بإيه بص معايا فوق كده بسرعة V يبقى إذن هنا حدث تغيرين أول تغير إننا ألبت المغناطيس يعني أصبح بدل ما كان بيقترب بقطبه الشمالي هيقترب بقطبه الجنوبي لكن اتجاه الحركة هيكون واحد طيب كمان السرعة اللي كان بيتحرك بيها بدل ما كانت V هتبقى 2V طيب هو الأول كان أثناء حركته من النقطة X إلى النقطة Y كان بيحقق لي وحدتين أو كان المؤشر بينحرف وحدتين يعني E M F بالنسبة لنا في الحالة الأولى كانت وحدتين وكان على يمين صفر التدريج يبقى هنا عندي مقدار القوة الدفعة الكهربية وعندي اتجاهها وحدتين على يمين صفر التدريج وحصل تغيرين التغير الأول هو تغيير اتجاه المجال وذلك بقلب المغناطيس يعني بدل ما كان المغناطيس بيقترب بقطبه الجنوبي بدل ما كان يقترب بقطبه الشمالي سوف يقترب بقطبه الجنوبي وده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى أن الانحراف بدل ما يبقى على يمين صفر التدريج سوف يصبح على يسار صفر التدريج كمان السرعة السرعة لما تزيد من V إلى 2 V ده هيؤدي إلى زيادة معدل الزمني للتغير في الفيض اللي هو إيه؟ اللي هو دلتا في M على دلتا T المعدل الزمني للتغير في الفيض هيزيد يعني الدلتا في M على دلتا T هتزيد إلى الضعف لأن السرعة زادت إلى الضعف طيب هو الأول كان عامل وحدتين يبقى هيعمل أربعة هو الأول كان بيانحرف إلى يمين صفر التدريج يبقى ينحرف إلى يسار صفر التدريج يبقى هندور على الإجابة اللي فيها أربع وحدات نحو اليسار وهتفقى دي الإجابة الصحيحة طيب نيجي إلى التمرين اللي بعده والتمرين اللي بعده ده من الحاجات اللي هو اشتغل عليها كتير في امتحانات السنة اللي فاتت سواء كان تجريبي أو نهائي وهي التعامل مع القوانين اللي عندي وحساب النسبة بين أحد العناصر قبل وبعد أو في حالتين مختلفتين وهذا العنصر اللي هو بيشتغل عليه مش بالضرورة أنه هو اللي يكون خارج إشارة اليساوي في القانون بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو مثلاً ممكن ما يقولش النسبة ما بين المقاومة الأولى إلى المقاومة التانية في قانون المقاومة وكذلك هنا في القانون بتاعنا ممكن ما يقولش النسبة بين بين متوسط القوة الدفعة الكهربية في الحالة الأولى ومتوسط القوة الدفعة الكهربية في الحالة التانية دي يديها كمعطى ولكن يطلب النسبة بين أحد العوامل الموجودة داخل القانون نقرأ مع بعض المثال ده يا جماعة عشان المثال ده مهم واشتغل عليه هو أكتر من مرة في امتحان السنة اللي فاتت بيقول عنده ملفين واحد اسمه X والتاني اسم Y مساحة مقطع الملف X تساوي ضعف مساحة مقطع الملف Y خلي بالك من النقطة دي يعني معنى كده إن لو إحنا هنتكلم على المفروض تكون الضعف لو ما فيش حاجة تاني تغيرت لكن الموضوع أكبر من كده هو بيقول إن مساحة مقطع الملف X ضعف مساحة مقطع الملف Y طيب موضوعين داخل مجال مغناطيسي فيض بي بحيث يكون مستوى كل ملف عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي فعند عكس اتجاه المجال المؤثر على الملفين أنا لم أعكس اتجاه المجال المؤثر على الملفين هي تولد في هذه الملفات قوة دفع كهربية مستحس خلال زمن قدره اتنين ملي ثانية عطيني معلومة تانية آه عطيني معلومة تانية إن متوسط القوة الدفعة الكهربية المجتحسة في الملف X إلى متوسط القوة الدفعة الكهربية في الملف Y بتساوي 3 على 1 الله يبقى فيه هنا حاجتين فيهم تغير عندي المعدل الزمني للتغير في الفيض بتاع الملف X يعتبر ضعف المعدل الزمني للتغير في الفيض بتاع الملف Y ليه؟ لأنهم سابتين في الزمن زمن الحركة وسبتين في كسافة الفيض لكن في عنصر المساحة الملف X المساحة بتاعته ضعف الملف Y يبقى مع سبب باقي العوامل أقدر أقول إن دلتا في M بتاع الملف X ضعف دلتا في M بتاع الملف Y ومتوسط القوة الدفعة الكهربية المستحسة في الملف X تلت أمثال متوسط القوة الدفعة الكهربية المستحسة في الملف في الملف Y طيب هو عايزي نسبة ما بين عدد الملفات في الملف X إلى عدد لفات الملف Y طيب أعملها إزاي دي أولا لازم أبدأ دايما بكتابة القانون في صورة صحيح ظهر قدامنا القانون EMF بتساوي سالب N دلتا في M على دلتا T بعد كده أكتب العنصر اللي هو عايز يتكلم عليه أكتبه في ناحية الوحدة يعني تعرف تطلع الـ N دي في ناحية الوحدة سهلة جداً أقولي اللي الـ N بتساوي EMF على دلتا في M على دلتا T يعني أكتبها بالصورة دي كده الـ N طلعت لوحدها EMF على دلتا في M على دلتا T يا طرأ أعرف من القانون ده أكتب بسط ومقام أعمل نسبة آه سهلة خالص الـ N تبقى N واحد على N اتنين وفي المثال بتاعنا هتبقى NX على NY خد بالك معايا طيب أجل الحاجات اللي هنا دي اللي في البسط يبقى واحد فوق واحده فوق واثنينه تحت يعني هنا أقدر أقول أن X فوق و Y تحت يعني EMF X على EMF Y طيب الـ دلتا في M على دلتا T هذا العنصر يكون للـ X تحت ويكون للـ Y فوق يعني أقدر أكتبها بالمنظر ده كده أقول له أن NX على NY بيساوي EMF X على EMF Y ليه؟ عشان الـ EMF في الإيه؟ في البسط فيبقى واحدها فوق واثنينها تحت يعني X هفوق و Y هتحت طيب الـ دلتا في M على دلتا T في المقام يعني هيبقى الـ X بتاعتها في المقام والـ Y بتاعتها في البسط يعني تعتبر مقلوبة بالنسبان طيب أبدأ بكل بساطة أعوض يطلع لي النتج على طول هو بيقول أن EMF بتاعت الـ X على بتاعته الـ Y بتساوي 3 على واحد طيب سهلة خالص يعني أنا أقدر أكتب لك كده N N X على N Y اللي هي اللي بره ده هي بتساوي ده هي على ده هي اللي هي EMF X على EMF Y تبقى 3 على واحد طيب قلنا أبعد كده أن الدلتا في M على الدلتا T اللي هو المعدل الزمن التغير في الفيت بالنسبة للـ X ضعف Y يبقى هنكتب تحت 2 وعند الـ Y نكتب 1 وبذلك هتبقى 3 في 1 في 3 على 1 في 2 في 2 تبقى 3 على 2 هو تحرك معنا في السنة اللي فاتت على هذا النوع من المسائل فلازم نخلي بنا بنعمله إزاي وبهدوء وبخطوات صريحة وبينة ونقدر نعملها في أي قانون من قوانين الملح طيب نبدأ مع بعض في الدرس الجديد بتاعنا اللي هو الحس المتبادل ما بين ملفين إيه الحس المتبادل ما بين ملفين ده هو طيب لو بصنا للغسم اللي عندي ده هلأ إن الغسم هنا فيه ملفين ملف منهم موجود في دائرة يمر فيها طيار كهربي يعني فيها مفتاح وبطارية وريوستات والملف الثاني ما عندوش مصدر للطيار ولكن عندو جهاز يقيس إذا ما مر طيار في هذا الملف اللي هو الجالب النوماتي للحساس اللي احنا كنا درسناه مع بعضها قبل كده طيب هسأل السؤال دلوقتي يا شباب ماذا تتوقع أن يحدث في الملف السانوي اللي هو اللي تحت الكبير ده إذا ما اقترب منه الملف الابتدائي طبعا طبقا لقاعدة لينز يا شباب سوف يستجيب الملف التاني ده هو باقتراب الملف الأولاني لأن الملف الأولاني في الحالة دي هيعمل وكأنه مغناطيس يعمل كأنه مغناطيس إزاي آه ما هو الملف لما بيمر فيه طيار كهربي لو تتذكروا معايا يا شباب شكل المجال المغناطيسي للملف الأولابي يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي أو مغناطيس طويل دي معلومة عندنا في المنهج كنا خدناها في الملف الأولابي يا شباب شكل المجال المغناطيسي للملف الأولابي يشبه تماما المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي أو مغناطيس طويل يعني بالنسبة للملف التاني اللي تحت السانوي وكأن فيه مغناطيس بيقترب ناحية الملف وإذا تتبعنا اتجاه الطيار الخارج من البطارية من القضب الموجب نقدر ببساطة نستنتج أن المغناطيس اللي فوق اللي هو بيموثله الملف الابتدائي القضب الشمالي بتاعه إلى أسفل والقطب الجنوبي بتاعه إلى أعلى وتتقدر تثبتها بتطبيق قعدة أمبير اليد اليمنى سوف تجد أن الصابع الإبهام يشير إلى أسفل وهذا يدل على أن الملف الابتدائي قضبه الشمالي ناحية الأسفل طيب أنا عندي دلوقتي ملف وفيه ما يشبه المغناطيس وهو الملف الابتدائي بيقترب نحوه على طول هيعمل إيه؟ الملف اللي تحت طبقا لقاعدة لينز سوف يقاوم اقتراب الملف اللي فيه يقاوم إزاي؟ خدناها في لينز خدناها إن الملف يقاوم بتقوين قطب مشابه أنا بشرح دلوقتي معنى ومفهوم قاعدة لينز بتقوين قطب مشابه للقطب المقترب فيتنافر معه وهذا يعد مقاومة لإيه؟ لتقدمه أو لإقترابه طيب وإذا الملف اللي فوق ده هو أخذ في الابتعاد على طول الملف اللي تحت يكون قطبا مخالفا للقطب المبتعب يتجاذب معه وهذا يعد مقاومة للإبتعاد أنا دلوقتي بشرح معنى قاعدة لينز في التجربة اللي قدامي يبقى يا شباب لما نبص على التجربة اللي قدامنا واللي مكونة من ملفين ملف ابتدائي متصل بعناصر الدايرة الكهربية اللي هي مفتاحة وبطارية وروستان واللي بيمثل بالنسبة لي وكأنه مغناطيس يقترب ويبتعد وبالنسبة للملف اللي تحت هو ملف سانوي موصل طرفيه بجلبان ومتر حساس هللاقي إن الملف الابتدائي اللي فوق لما يقترب من الملف اللي تحت الملف اللي تحت سوف يتولد فيه طيار مستحس يجعل القطب القريب من الملف الابتدائي قطبا مشابها ليتنافر معه فيقاوم اقترابه يعني يعمل إنه لو أنا بصيت على اتجاه الطيار في الملف اللي تحت يا شباب هلاقي إنه عكس اتجاه الطيار في الملف اللي فوق طب لو أنا بصيت الملف اللي فوق من عند النقطة دي اتجاه المجال طالع منه لإنه احنا عارفين إن القطب الشمالي الفيط بيخرج منه فالفيط بالنسبة للملف اللي فوق هيبقى متجه إلى أسفل والفيط بالنسبة للملف اللي تحت هيبقى متجه إلى أعلى انت عايز تقول يا مستر عايز أقولك خد بالك من اتجاه الفيط واتجاه الطيار اتجاه الطيار في الملف الثانوي عكس اتجاه الطيار في الملف الابتدائي واتجاه المجال في الملف الثانوي عكس اتجاه المجال في الملف الابتدائي وفي هذه الحالة أقول أن الطيار المتولد في الملف الثانوي هو طيار مستحث عكسي نعم طيار مستحث عكسي طيب إزاي قلت كده يا مستر وليه قلت كده قلت كده لأن لما كون الملف اللي تحت اللي هو الملف الثانوي قطبا مشابها للملف اللي فوق المقترب نحيته عشان يتنافر معه ويقاوم اقترابه كان اتجاه الطيار عكس اتجاه الطيار الملف الابتدائي وكان اتجاه الفيض في الملف الأسفل نحية أعلى بينما كان اتجاه الفيض في الملف الابتدائي نحية أسفل فنقول أنه هم عكس بعض يبقى الطيار عكس الطيار والمجال عكس المجال متى يحدث هذا؟ يحدث هذا عندما يكون لدينا طيار مستحس عكسي طيب نسأل نفسنا دلوقتي هي حالات تكون الطيار المستحس العكسي دي بتكون ايه؟ قال لك لما يبتدي يقترب الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي يبقى حالة تقريب الملف الابتدائي من الملف الثانوي أو ادخال الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي ده يعد بالنسبة لنا حالة تكوين طيار مستحس عكسي طيب هو الطيار المستحس العكسي ده تكون ليه؟ عشان يقاوم زيادة الفيض طيب هو الفيض زاد ليه؟ عشان الملف اللي فوق بيقترب من الملف اللي تحت يبقى هي حاجات مترتبة على بعض يا شباب حالة تكوين طيار مستحس عكسي تأتي عند زيادة الفيض وزيادة الفيض هنا كان نتيجة اقتراب الملف الابتدائي ناحية الملف الثانوي طب يا ترى في حالات متشابهة تاني ممكن يحصل فيها طيار مستحس عكسي زي ده بالظبط؟ اه لو انا عندي الريوستاد ده هو اقدر ان انا اقلل المقاومة فيه يعني ازود الطيار في الدايرة اللي فوق ولما يزيد الطيار يزيد الفيض اللي حوالين الملف الابتدائي ولما يزيد الفيض حوالين الملف الابتدائي يعطي احساسا بالاقتراب بالنسبة للملف الثانوي كأنه دخل عليه كأنه قرب عليه فيكون في الملف الثانوي طيار مستحس عكسي زي اللي في الصورة طيب يبقى حالة الاقتراب او الادخال رقم اتنين حالة نقص مقاومة او زيادة الطيار الملف الابتدائي رقم تلاتة لو كان الملف الابتدائي المفتاح ده هو مفتوح وانا اغلقت طيب لما اغلق المفتاح ينمو الطيار يعني يبدأ من الصفر ويزيد فينمو الفيض يعني الفيض اللي حوالين الملف الابتدائي ده يبقى صغير كده ويروح زايد يكبر ولما يكبر الفيض او يزيد يقطي احساسا بالاختراب بالنسبة للملف الثانوي فكأن الملف الثانوي الملف الابتدائي متحرك ناحيته فيشبه ايضا الحالة الاولى اللي هي حالة الاقتراب فيكون طيار مستحس عكسي ايضا طيب يا طرى لو انا عملت العكس بالنسبة للتجربة اللي قدامي لو انا عملت العكس بالنسبة للتجربة اللي قدامي يعني ايه يا مستر يعني خليت السهم ده الفوق طيب ايه اللي هيحصل في الحالة دي يا اه الملف ده هيلاقي قطب شمالي مبتعد عنه فيتعكس الطيار بتاعه يعني يبقى هنا اس قطب جنوبي وهنا ان قطب شمالي فينعكس اتجاه الطيار الله طيب لما ينعكس اتجاه الطيار ده هو ما هيبقى في نفس اتجاه الطيار ده اه ده اسمه طيار مستحس طردي اه لما يكون اتجاه الطيار زي اتجاه الطيار الملف الابتدائي يعني في نفس اتجاه يبقى ده اسمه طيار مستحس طردي وكمالي المجال هيبقى في نفس اتجاه المجال ليه؟ علشان فوق قطب شمالي يعني المجال هيبقى طا Hobby finalement تحت وتحته قطب جنوبي يبقى المجال بتاعه Cold تحت كده اه يبقى هما الاتنين اتجاههم الى اسفل الشاشة يعني الطيار مع الطيار والمجال مع المجال يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه طيار مستحس طردي طي Beef يا مستر ده بيتكون إلي متى؟ آه بيتكون في حالات نقص الفيض، إيه حالات نقص الفيض دي يا؟ أقول لك أول حالة هي الابتعاد أو الإخراط، لما الملف الابتدائي، عكس الحالات اللي فاتت يا شباب، لما الملف الابتدائي ده يأخذ في الابتعاد أو الرحيل أو الابتعاد عن أو الخروج لو هو كان في داخله أو الخروج من الملف الثانوي، في هذه الحالة ينقص الفيض الذي يقطع الملف الثانوي، يقل الفيض الذي يقطع الملف الثانوي، فيتولد في الملف الثانوي الطيار في نفس اتجاه الطيار بتاع الملف الابتدائي، والفيض عند أعلى الملف الثانوي هيبقى نفس اتجاه الفيض في أسفل الملف الابتدائي، فيسمى في هذه الحالة أو يتولد في هذه الحالة طيار مستحس طردي، متى يتولد الطيار المستحس الطردي؟ في حالات نقص الفيض، ما هي حالات نقص الفيض؟ هي عكس حالات زيادة الفيض، وهي حالات زيادة الفط كان بالاقتراب أو الإدخال. يبقى هنا الابتعاد أو الإخراج. حالات نقص الفط قد زيادة الطيار بنقصان المقاومة. يبقى حالات نقص الفط هتبقى إيه؟ نقص الطيار بزيادة المقاومة. هناك كان إغلاق دائرة الابتدائي وهي مفتوحة. هنا فتح دائرة الابتدائي وهي مغلقة. طيب نلخص هذا الكلام مع بعض يا شباب. سنجد أن في التجربة الذي لدينا أو في قطوات العمل الذي لدينا سنجد دائرة حاجات. أول حاجة سنحرك الملف الابتدائي داخل أو بالقرب من الملف الثانوي. والتحريك يا شباب يشمل حركتين. يشمل الاقتراب ويشمل الإبتعاد. فهنلاحظ حاجة حلوة. هنلاحظ أن هناك حالات الاقتراب عندما يقترب الملف الابتدائي من الملف الثانوي يتولى الطيار مستحس عكسي في الملف الثانوي. يعني في عكس اتجاه الطيار الملف الابتدائي وكمان لو احنا ابعدنا الملف الابتدائي عن الملف الثانوي يتولى الطيار مستحس طردي في الملف الثانوي يعني في نفس اتجاه الملف الابتدائي يبدأ التحريك يشفل التقريب والابتعاد التقريب هيولى الطيار مستحس عكسي لأنه هيحدث زيادة في الفيض والابتعاد هيولى الطيار مستحس طردي لأنه هيحدث نقص في الفيض طيب فيه حاجة تانية ممكن نعملها ان احنا نسبت الملف الابتدائي داخل الثانوي هنخليه واقف ومستقر داخل الملف الثانوي لكن هنعمل حاجة تانية هنغير شدة الطيار بتاع الدايرة يعني هنيجي عند الريوستات اللي انا بشاولك عليه ده ونروح منقصين المقاومة في زيد الطيار او مزودين المقاومة في نقص الطيار فيحصل نفس الاسر ايه هو الاسر ده هيحصل ان في حالات زيادة الطيار هيحدث زيادة في الفيض فهيتكون طيار مستحس عكسي كأننا بنقرب الملف الابتدائي من الملف الثانوي وكذلك الامر في حالات نقص طيار الملف الابتدائي بزيادة مقاومته يتولد في الملف الثانوي طيار مستحس طردي كأننا بنبعد الملف الابتدائي عن الملف الثانوي الحالة التالتة يا شباب هي تثبيت الملف الابتدائي داخل الملف الثانوي وغلق وفتح الدائرة هللاحظ أنه عند غلق هذا المفتاح سوف ينمو الطيار من سفر إلى قيمته العظمة فينمو الفيت بتاع الملف الإبتدائي فيعطي إحساساً بالاختراب بالنسبة للملف الثانوي كأننا بنقربه يبقى لحظة الغلق تشبه زيادة الطيار تشبه التقريب لحظة التلاتة دولوش به بعض يا شباب أول سطر فوق زي أول سطر في النص زي أول سطر تحت كمان لحظة الفتحة تشبه خفض الطيار لأنها يتبعها خفض في الطيار تشبه ابتعاد الملف الإبتدائي عن الملف الثانوي وبذلك نقدر نلخص الكلام بتاعنا كله في الجدول التالي والذي يوضح حالات تولد الطيار المستحس العكسي والطيار المستحس الترضي الجدول ده مهم جداً يا شبابه بيقول أن الطيار المستحس العكسي اللي بيكون فيه الطيار عكس الطيار والمجال عكس المجال بيحصل عند نمو أو زيادة الفيض ونمو أو زيادة الفيض يحدث في إحدى الحالات الآتية تقريب الابتداء من السانوي أو ادخاله داخله طبعاً وزيادة الطيار الملف الإبتدائي أو غلق دائرة الملف الإبتدائي أو نقص المقاومته لأن نقص المقاومته هي هي نفس الأسر بتاع زيادة الطيار طيب أو ادخال قلب معدني ليه ادخال قلب معدني لأن ادخال قلب معدني في الملف الإبتدائي هيزود لنا معامل النفاذية فهيزود كسافة الفيض فيعطي إحساساً بالاختراب أيضاً يبه هذه خمسة حالات متشابهة في الأثر أو متشابهة في النتيجة بتؤدي إلى زيادة الفيض فتؤدي إلى تولي الطيار مستحس عكس وعكسها خمس حالات أخرى بتولي الطيار مستحس طردي لأنه بيحصل عنها هدم أو نقص في الفيض الفيض المقتحم والذي يغزو ويمر خلال لفات الملف الثانوي بيقل أو يضعف زي إيه؟ زي ابتعاد أو إخراج الملف الإبتدائي زي نقص طيار الملف الإبتدائي زي فتح دائرة الملف الإبتدائي زي نقص زيادة المقاومة اللي هو نقص الطيار نفس المعنى وإخراج قلب معدني كان موجودا في الملف الإبتدائي هذا أيضا يؤدي إلى خفض الفيض وتولي الطيار مستحس طردي طيب نقدر نقول بعد كده يا شباب نلخص الدرس بتاعنا أو نلخص المعنى بتاع الدرس بتاعنا الحس الكهرومغناطيسي في النقطة أو في التعريف الآتي الحس المتبادل ما بين ملفين هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين متداخلين أو متجاورين ثاني الحس المتبادل بين ملفين هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين متداخلين أو متجاورين ليه بقى؟ قال لك عندما يمر طيار في أحدهما طيار متغير الشدة فيتأثر به الملف الآخر ويتولد به طيار مستحس يقاوم التغير الحادث في فيض وطيار الملف الابتدائي يبقى إذن الحث المتبادل معناه إن إذا تغير طيار أحد الملفين فإنه هيولد فيض متغير فهذا الفيض المتغير هيؤدي إلى تولد طيار مستحس في الملف الآخر يعمل طبقا لقعدة لينز على مقاومة هذا التغير مقاومة هذا التغير بإنه يكون قطب مشابه للقطب المقترب فيتنافر معه أو قطب مخالف للقطب المبتعد فيتجذب معه ويبقى ده تطبيق آخر لقعدة أو للقعدة بتاعة لينز أو لقعدة لينز طيب نيجي بعد كده يا شباب لحتة مهمة جدا اللي هي استنتاج معدت الكميات أو قانون معامل الحث المتبادل معامل الحث المتبادل يا شباب هنرمز ليه بالرمز M-Captal الحرف بتاع الإنجليزي العادي اللي هو M-Captal مش حرف من الحروف اللاتينية اللي احنا كنا بناخدها قبل كده طيب هو لما نسأل نفسنا إيه ترتيب الأحداث التي تحدث في عملية الحث المتبادل هل لا إني ترتيب الأحداث يا شباب على النحو اللي ظهر قدامك ده يتغير طيار الملف الابتداء فيتغير الفيض الذي يقطع لفات الملف الثانوي فيتولت في الملف الثانوي قوة دفع كهربية مستحسة يبقى ترتيب الأحداث كالآتي يتغير طيار الملف الابتداء فيتغير الفيض الذي يقطع الملف الثانوي فيتولت في الملف الثانوي قوة دفع كهربية مستحسة وطيار مستحس طب أقدر أكتبها بالرموز؟ يبقى دلتا آي وان؟ هتعمل دلتا فاي تو يعني تغير في الفيضة الذي يخطع الملف التاني فتعمل تولد طياء تولد قوة دفعة كهربية مستحسة في الملف التاني ده ترتيب الأحداث طيب يعني خلي بالك من المعادلة التانية ده هي تقدر تستنتج منها الاستنتاج أو تعمل منها الاستنتاج بسهولة جدا تغير الفيض يعتمد على تغير الطيار بص معايا الحتة دي تلاقي الاستنتاج تحفظ بالنسبة لك بشكل سهل جدا تغير الفيض يعتمد على تغير الطيار وتولد قوة دفعة كهربية مستحسة يعتمد على تغير الفيض يبقى أقدر أقول أن تولد قوة دفعة كهربية مستحسة رجع له الأصل بقى يبقى يعتمد على تغير الطيار التاني الحكاية دي تغير الطيار بص معايا اللي بش أقولك عليه يعتمد على تغير الفيض يعتمد على تغير الطيار وتولد قوة دفع كهربية يعتمد على تغير الفيض يبقى أقدر أقول أن تولد قوة دفع كهربية مستحسة يعتمد على الأصل اللي هو تغير الطيار كتبت هلك هي ثانية هي دلتا في إما على دلتا تي يتنسب مع تغير الطيار بتاع الملف الأولاني دلتا آي وان على دلتا تي طيب تولد قوة دفع كهربية يعتمد على تغير الفيض يبقى تولد قوة دفع كهربية يعتمد على تغير الطيار بتاع الملف الأولاني هو ده القانون بس هنشيل علامة التناسب ونحط هذا لها ثابت وقلنا الثابت المرضي هيكون من يا شباب بدأت شوالك عليها هو اللي هو معامل الحس المتبادل فيكون القانون بالنسبة لنا EMF2 اللي هو القوة الدفع الكهربية المستحس المتولدة في الملف الثاني يساوي ناقص أو سالب مين السالب ده؟ آه دي موجودة في كل قوانين هذا الفصل وهذه التي تعني أن الطيار المستحس يقاوم التغير المسبب له أو يقاوم التغير الذي أحدثه يعني دي إشارة لنز وموجودة في كل قوانين هذا الفصل طيب EM معامل الحس المتبادل دلتة A على دلتة T تغير طيار الملف الأول جميل قانون معامل الحس المتبادل وخلي بالك معايا علشان نعمل فيه الحاجات اللي كنا بنعملها فيه قوانين اللي احنا خدناها قبل كده هنعمل ايه؟ أولاً عايزين نعرف الام ده يعني عايزين نقول تعريف لمعامل الحس المتبادل ما بين ملفين طب ما نطلعها في ناحية الوحديها يعني نقدر نكتبها ازاي؟ نقدر نكتبها كده بص معايا؟ أنا ما إلا عملت ايه؟ طلحت الام دي الوحديها طيب بتساوي ايه؟ بتساوي المقدار ده اللي هو قوان دفع كهربين المستحسة على تغير الطيار ده معدل نمو الطيار أو معدل تغير الطيار جميل يبقى هنا تعال بص كده وافتكر معايا صلطة الفواكه اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده قلنا إن مش مش بيساوي تفاح على العنب المش مش يقدر بمقدار التفاح لما العنب بيساوي واحد حاجة سهلة خالص يعني نقدر نقول إن الام دي اسمها ايه؟ اسمها معامل الحس المتبادل كلمة واحدة اللي بنجيبها من عندنا يا شباب يقدر بمقدار أو هي مقدار نعرف نقول الكلمتين دولة والباقي كله بنقوله من القانون يقدر بمقدار أو هي مقدار فنقدر نقول يا شباب قول معايا كده ألف معايا التعريف قبل ما تشوفوا على الشاشة معامل الحس المتبادل ما بين ملفين يقدر بمقدار القوة الدفعة الكهربية المستحسة المتولدة في أحد الملفين لما يتغير طيار الملف الآخر بمعدل واحد أمبير لكل ثانية جبناش حاجة من عندنا؟ لا أبدا ما جبناش حاجة من عندنا يبقى الام اللي هي معامل الحس المتبادل تقدر بمقدار القوة الدفعة الكهربية المستحسة المتولدة في أحد الملفين هنقول المقام بيساوي واحد بقى يعني هنقول الطيارة هيتغير في الملف الآخر بمعدل واحد أمبير على الثانية فيصبح التعريف القوة الدفعة الكهربية المستحسة بهذه الصورة اللي قدامك طيب دي معادلة كميات مفروض ان احنا نعمل لها معادلة وحدات يعني ايه معادلة وحدات يعني نشيل كل مقدار في القانون ونحط وحدة القياس بلاح دي حاجات انت خلاصت دربت عليها وتعرف تعملها بسهولة ظهر القانون تاني للناس اللي لسه ما حافظتهش EMF يتساوي سالب M دلتا I على دلتا T طيب دي معادلة الكميات يعني القانون الاصلي نعمل منها معادلة الوحدات يعني نقول بس قبل ما نعمل معادلة الوحدات تعال نطلع ال M بره زي ما كنا عاملين من شوية وبعد كده هنشيل كل واحدة من دولة ونحط دلها الوحدة بتاعتها ال EMF دي دي فرق جهدي ده قوة دفعة كهربية واحدة قياسة ايه انت عارفه ظلط صح وده أمبير على ثاني تحت هنا أمبير على ثاني ده جديد بقى بنسبالك دي واحدة قياسة اسمها هنري وحدة قياسة معامل للحس المتبادل اسمها هنري والرمز بتاعها H كابتل H بتاعت الإنجليز العادية ولكن بتبقى مكتوبة كابتل فيبقى الشكل قدامي بص معايا بقى الشكل الجميل ده ادي معادلة الوحدات تكتبت قدامك الام معامل للحس المتبادل وحدة قياسة هنري H قدامك الامف وحدة قياسة فولت قدامك أمبير على ثانية المقام أمبير على ثانية طب بص معايا بقى الاس دي اللي هي الثانية مقام مقام ممكن تطلع بسط تبقى فولت في ثانية على أمبير الله يعني ينفع نقولها كده طب فولت في ثانية احنا كنا خدناها واحنا بنستنتج قانون فردي المرة اللي فات أن فولت في ثانية بتدي وبر فولت في ثانية بتعطي ايه بتعطي وبر طيب يبقى وبر على أمبير طب أقولك على حاجة تانية الفولت على أمبير بتعطي ايه تعطي اوم يا مستر الله يعني ممكن أقول اوم في ثانية كمان آه ممكن اقول اوم في ثانية أس الفولت ده هي على الأمبير ده هي يعطي اوم من قانون اوم فولت على أمبير تعطي اوم كذلك لو أنت مسكت الألم والورقة كده تقدر تلعب وتطلع وحدات قياس كتيرة وتعمل حاجات جميلة زي الله الرهالك دلوقتي طيب أقول لك على حاجة تانية تيجي نعرف الهينري من القانون ده تيجي نعرف الهينري من القانون ده طيب قل معايا كده فاكر الهينري أو وحدة القياس بنعرفها زي من غير حفظ آه فاكر الحتة اللي قلت لك عليها قبل كده الوحدة هي كميتها لما بقى الكميات تسوي وحدتها الوحدة هي كميتها طيب تعال نعملها دي الهينري هي معامل الحس المتبادل لما جبناش حاجة من عندنا خالص ها، الوحدة هي كميتها، الهنري هو معامل الحس المتبادل، تمام، بين ملفين، آه، يتولد فيه إحداهم، هنكتب كلام بقى معناه أنه كل الحاجات اللي عندنا دي كل حاجة منها بواحد، يبقى الهنري هو معامل الحس المتبادل بين ملفين، يتولد فيه أحدهما قوة دفع كهربية مستحسة مقدرها واحد فولت، عندما يتغير طيار الملف الآخر بمعدل أد إيه، واحد أمبير على واحد ثانية، القانون المكتوب قدامنا بالرموز الإنجليزية، ممكن نكتبه بالعربي، يعني نقول الهنري بيساوي فولت في أمبير على ثانية، تطلع الثانية فوق يبقى فولت في ثانية على أمبير، والفولت في ثانية يبقى وبر، نفس الكلام اللي كتبناه لكم، ممكن نكتب لك بالعربي حاجات جميلة جداً، ممكن نقول أن الهنري بيساوي وبر على أمبير، وبيساوي فولت في ثانية على أمبير، وبيساوي أوم في ثانية، وممكن كمان نسبة أنه بيساوي فولت في ثانية تربيع على كلهم فولت في ثانية تربية على كولوم لو إحنا القانون اللي فوق إيه ده ضربنا ثانية فوقه تحت ثانية تحت مع الأمبير تعمل كولوم وثانية فوق تعمل ثانية تربية يبقى فولت في ثانية تربية على كولوم وتقدر تعمل حاجات جميلة إنت أكتر من كده لو إنت مسكت الألم والورقة وأعدت تبدع في هذه الأشياء طيب قلنا من شوية تعريف الهينري من الصيغة الجميلة اللي احنا أخذناها قبل كده واللي بتقول الوحدة هي كميتها لما بقى الكيميات تسوى وحدتها قلنا الهينري هو معامل الحس المتبادل ما بين ملفين عندما يتولد بين طرفين الملف الثاني قوة دفعة تربية بالحس المتبادل قدرها واحد فولت نتيجة تغير طيار الملف الأول بمعدل واحد أمبير على ثانية طيب العوامل المؤثرة في الحس المتبادل ما بين ملفين عايز أقولك على حاجة جميلة جدا إيه العوامل التي تؤثر في العلاقة ما بين شخصين أنا بسألك حاجة في حياة العملية بالنسبة لنا العوامل اللي بتأثر في العلاقة ما بين شخصين هتقول يا مستر حاجات تخص الشخصين الشخص ده كويس والشخص ده كويس الشخص ده محترم والشخص ده محترم الشخص ده راجل متدين مثلا والشخص ده راجل متدين يبقى أكيد العلاقة بينهم هتكون على أحسن ما يكون إنما لو شخص منهم مش كويس والتاني مش كويس بل العلاقة بينهم برضو هتكون مبنية على أسس غير سوية كذلك هنا العلاقة ما بين أو معامل الحس المتبادل ما بين ملفين حاجات تخص الملفين يعني إيه حاجات تخص الملفين؟ يعني حجم كل من الملفين مساحة المقطع والطول يعني عدد لفات الملفين يعني المسافة بين الملفين يعني نوع الوسط الفاصل المحطوط بينه أو محطوط فيه الملفين لاحظ أن أنا قلت الملفين في كل العوامل يبقى إذن أنا أقدر ألخص أن العوامل التي تؤثر في معامل الحس المتبادل ما بين ملفين حاجات تخص الملفين شكل وحجم الملفين وعدد لفات الملفين والمسافة الفاصلة بينهما ونوع الوسط يعني معامل النفاذية الموجود بالنسبة لهذه الملفين طيب نقدر ندمج القانونين مع بعض قانونين إيه يا مصدر؟ إحنا خدنا قانونين خدنا قانون فردي وده بيسموه عمدة هذا الفصل يعني إيه العمدة؟ العمدة ده إزرامان لما كان يحصل مشكلة كده في قرية أو في بلد من البلاد كان يجيبه الرجل ده يحل المشكلة دي كذلك هنا لما يحصل معك مشكلة في مسألة من المسائل ومتعرفش تحلها هات قانون فردي اللي هو عمدة الفصل ده حطه جنب قانون المسألة اللي أنت بتحلها يعني مسألتنا المرة دي هتكون على إيه؟ على معامل الحس المتبادل نجيب قانون معامل الحس المتبادل ونحطه قدامنا ونجيب العمدة بتاع الفصل اللي هو قانون فردي ونحطه قدامنا نقول لنفسنا إيه؟ هي الإي أم إف هنا والإي أم إف هنا مش قوة دفعة كهربائية مستحفة؟ نعم طيب يبقى نقدر نساوي القانونين مع بعض فتروح الإي أم إف مع الإي أم إف وتروح الإشارة السالبة مع الإشارة السالبة وتروح الدلتة تي مع الدلتة تي ويبقى القانون الجديد اللي ظهر قدامنا هو إم دلتة آي بيساوي إن دلتة فاي يبقى ده قانون بيشمل أربع عناصر هامة جداً تقدر تحل المسألة بتاعتك بسرعة كبيرة جداً عن زميلك اللي لسه هيطبق في أكتر من قانون يبقى معامل الحس المتبادل إذا ما ضربت في شدة أو تغير الطيار في أحد الملفين ده يساوي حاصل ضرب عدد لفات الملف الثاني في تغير فيض الملف الثاني لأن كلاهما يساوي مقداراً القوة الدفعة الكهربائية المستحسة المتولدة في الملف الثاني يبقى معامل الحس المتبادل إذا ما ضرب في تغير طيار الملف الأول هيدينا القوة الدفعة الكهربائية المستحسة وكذلك عدد لفات الملف الثاني في تغير الفيض المقتحم للملف الثاني هيدينا نفس المقدار يبقى نقدر نقول أن m delta i1 يساوي n2 delta phi2 وده قانون جميل جداً هيسهل لنا كتير من المسأل طيب عندنا هنا مثال أو اتنين كده في نهاية الحلقة على هذا الموضوع بيقول في الشكل تزداد إضاءة المصباح لحظياً عنده زيادة مقاومة الريوستات طبعاً الريوستات موجود في ملف x ولا نقص مقاومة الريوستات ولا تقريب الملف x من الملف y ولا لحظة غلق x طب تعالوا يا شباب نعمل خطوات ثابتة لازم ناخد بنا منها أنا عندي هنا بطارية عند الملف x طب البطارية دي هتطلح طيار في هذا الاتجاه فيبقى الطيار في الملف الأول اتجاهه هكذا يصنع قطباً جنوبياً في هذه الناحية طيب تمام إزاي عرفت يا مستر والله نطبق قاعدة أمبيري اليادي اليوم على الملف x هتلاقي إن صبعك الإبهام نحية يسار الشاشة وبالتالي هيبقى القطب الجنوبي نحية يمين الشاشة هكذا طيب كمان لو تتبعنا طيار البطارية اللي عند المصباح هتلاقي طيارها إلى أعلى وبالتالي هيبقى هتعمل لي قطب جنوبي إن أصلي عند هذه الناحية طيب وبعدين يا مستر هو بيقول عايز أزود إضاءة المصباح أقول له استنى إنت عايز تزود إضاءة المصباح لازم يتولد هنا طيار مستحس يكون في نفس اتجاه الطيار الأصلي تب اتجاه الطيار الأصلي إزاي فوق يبقى أنا عايز طيار مستحس فوق شايف الأسهم الزرق اللي ظهرت قدامك دي ده الطيار المستحس شايف الأسهم الحمرة ده الطيار الأصلي طيب أسأل نفسي هو الطيار هو الملف هيكون طيار مستحس في هذا الاتجاه يعني هيكون قطب شمالي في هذا المكان إمتى ألاقي إن هذا يحدث في حالة إذا كان هذا الملف يحاول الابتعاد بقطبه الجنوبي نعم آه هيكون هنا قطب مستحس شمالي إذا كان الملف ده بيحاول يبعد بقطبه الجنوبي طيب يبعد طيب أنا ما عنديش هنا يبعد أنا ما عنديش هنا يبعد طيب اللي زي يبعد هنا إيه في حالة زيادة المصباح لازم يتكون هنا طيار مستحس طردي يعني في نفسي اتجاه الطيار الأصلي وهذا يحدث في حالات نقص الفيط وحالات نقص الفيط بتشمل كذا حالة يأما نقص الطيار يأما ابتعاد المغناطيس يأما فتح الدايرة طيب أنا ما عنديش نقص الطيار ولا ابتعاد المغناطيس ولا فتح الدايرة آه بس أنا عندي حاجة تعطي نفس المعنى وهي زيادة مقاومة الريستات لأن زيادة مقاومة الريستات الملف إكس تعمل على نقص طياره ونقص الطيار يعطي إحساسا بالابتعاد يعني ها يخلي وكأن القطب إس يبتعد يعني هيولد هنا طيار مستحس طردي في نفس اتجاه الطيار الأصلي وهذا يعمل على زيادة إضاءة المصباح طيب عندنا تمرين تاني بيقول في الشكل المقابل حدد اتجاه الطيار المستحس في المقاومة R بالنسبة للنقطتين E و B لحظة قفل المفتاح كي طيب تعالوا نقفل المفتاح ده كي أفن المفتاح كي لما نقفل المفتاح كي هيمر طيار أو مر طياره طيب ده حاجة حلوة خالص طيب قفل المفتاح ده قلنا من الحالات اللي بيتولد فيها طيار مستحس ايه آه ده قفل المفتاح ده بيعمل زيادة في الطيار فيعمل زيادة في الفيض فيولد طيار مستحس عكسي عشان يقوم زيادة الفيض تمام كده يبقى غلق المفتاح هنا هيزود الطيار هينمو الطيار فينمو الفيض فيعطي إحساساً في الاقتراب فيولد طيار مستحس عكسي تبسم لي يا مستر الطيار المستحس العكسي كده الطيار المستحس العكسي هيكون عكس اتجاه الطيار المستحس الأصلي في الحالة دي انزل مع السه هتلاقي أن الطيار هيتحرك من نقطة A إلى نقطة B فهتقوله أن اتجاه الطيار المستحس في المقاومة R كان من A إلى B بهذه الصور وكده أبناء بناتي بنكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم سعدنا بكم ونرجو أنكم قد أسعدناكم وأفدناكم شكراً وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته